من أحكام الحج سين أيهما أولى بالشخص أن يحج بما معه من مال أم يتزوج به جيم إذا كان هذا الشخص محتاجا إلى النكاح فإنه يقدم النكاح على الحج لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما من كان شابا ولا يهمه أن يتزوج في هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الحج لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح قال ابن قدامة رحمه الله وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت أي المشقة والوقوع في الحرام قدم التزويج لأنه واجب عليه ولا غنا به عنه فهو كنفقته وإن لم يخف قدم الحج لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب والله أعلم ولكن من قدم الحجم حجب إلى النكاح